مع بداية اليوم الثامن والثلاثين على الأعمال العسكرية في أوكرانيا بدأت ملامح ترسانتين الفريقين البرية والبحرية والجوية في الظهور بشكل مباشر في مختلف العمليات الميدانية لكن قبل خوض تلك الحرب كانت الجبهتان تتحضران لساعة صفر وتتجهزان لخوض المعركة فكم بلغ عدد القطع المشاركة بين الهجوم الروسي والدفاع الأوكراني تخصي سوريا نحو 43 مليار دولار لميزانية دفاعها فيما تكتفي أوكرانيا بصرف 10 مليارات دولار فقط أما بالنسبة للقوى البرية فبلغ عدد الجنود في الجيش الروسي حوالي 1.014.000 عنصر نظامي بالمقابل بلغ تعداد الجيش الأوكراني 255.000 عنصر نظامي وعلى صعيد الآليات العسكرية يمتلك الجيش الروسي 15.500 دبابة لينخفض العدد لدى نظيره الأوكراني إلى الربع أي حوالي 4000 دبابة وصولا للعربات المدرعة بلغ المجموع الروسي أكثر من 27.600 عربة مدرعة ليتدنى العدد لتلجيش الأوكراني إلى 11.400 عربة وتتضمن الترسانة الروسية نحو 6.500 مدفع ذاتية طلب مقابل 1.000 مدفع لأوكرانيا في حين أنتج الجيش الروسي أكثر من 3.800 راجمة سواريخ لينتج نظيره الأوكراني 600 راجمة كحد أقصى ما يعني باختصار تتفوق روسيا على أوكرانيا بقواتها البرية على صعيد الأعمال الجوية تمتلك القوات الروسية نحو 3000 طائرة مقاتلة من ضمنها 1500 مروحية موجهة في المقابل يحتوي سلاح الجو الأوكراني حوالي 400 طائرة مقاتلة من ضمنها 90 طائرة موجهة ما يظهر تفوق جديد للقوات الروسية على حساب الأوكران وإذا وصلت الأعمال الحربية إلى الحدود البحرية فتسجل روسيا تقدما إضافي إذ أنها تستحوذ على أكثر من 600 قطعة بحرية من بينها حاملة طائرات واحدة 11 مدمرة 11 فرقاطة و85 غواصة في المقابل تتواضع إمكانية البحرية الأوكرانية حيث تمتلك 25 قطعة بحرية من بينها غواصة واحدة وليس من بينها أي مدمرة أو حاملة طائرات وفي حال اعتمدت الأسلحة النووية كخيار أخير وطبقا لإحساءات اتحاد العلماء الأمريكيين يبلغ العدد التقديري للأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا نحو 577 رأسا حربيا نوويا على أن هذا العدد يتضمن حوالي 1500 رأسا خارج الخدمة أما الـ 4500 رأس المتبقية فتعتبر في معظمها سلاحا ستراتيجيا سواء كانت صواريخ باليستية أو صواريخ أخرى يمكن تصويبها على مسافات بعيدة لكن بغض النظر عن الإمكانيات الحربية لكل من البلدين الأيام المقبلة ستظهر من سيحسم النزاع وهو أمر بطبيعة الحياة الغير مرتبط فقط بالقدرات العسكرية بل يتعدها إلى الوضع السياسي ومعنويات القوى المقاتلة